اعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أمير رب العالمين ما زال البحث في بعض المطهرات وقد ذكرنا عدد من هذه المطهرات كالماء مثلا الأرض الشمس ومن المطهرات التي يذكرها الفقهاء هو الإسلام وقد تقدم في الحلقات السابقة معنى الكافر ذكرنا بأن الكافر هو أحد النجاسات وذكرنا تعريف الكافر وذكرنا تعريف الكافر بأنه من ينكر وجود الله أو يتخذ له شريكا من ينكر أولا وجود الله سبحانه وتعالى أو يتخذ مع الله شريك أو ينكر نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وهكذا كل من ينكر ضروريا من ضروريات الدين مثل الصلاة مثل الصوم بمعنى بأنه يقول بأن الصلاة ليست بواجبة الصلاة لم يفرضها الله سبحانه وتعالى وكذلك الصوم مما يعتبره المسلمون جزءا من الدين طبعا هذا الكلام ليس مطلق ولكن مقيد بشرط وهو أن يستلزم من إنكاره إنكار النبي صلى الله عليه وآله يعني مثلا عندما يقول بأن الصلاة ليست بواجبة فيستلزم من هذا الكلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي هكذا من تلقاء نفسه يعني ليس في الشريعة أنها واجبة وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله تبقى نفسه أو جبهة أو استلزم من إنكار هذا الضروري هو إنكار النبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا مع العلم يعني بأنه يعلم بأن هذا ضروري من ضروريات الدين البعض من الفقهاء كما قلنا في وقتها قال أو عبر بالجحد والجحد يعني يعلم وينكر يعلم بأن هذا ضروري من ضرورات الدين ورغم ذلك ينكره هنا يكون كافرا هذا ما تقدم وبينا معنى الكافر وحكم الكافر هو عين النجاسة أي أنه من النجاسات فإذا دخل في الإسلام أصبح مسلما فتطهر بالإسلام من نجاسة الكفر يعني بعد إن قلنا بأنه نجس أصبح طاهر لأنه مسلم الإسلام أيضا تقدم الكلام حوله وقلنا بأنه إنقياد لأمر الله بالخضوع والإقرار بجميع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى فالمسلم إذن من دخل في الإسلام المسلم من دخل في الإسلام والإسلام هو الإنقياد والخضوع لله وكل ما أمر به بكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى لا ينكر ذلك أحد فإن أنكر وهو يعلم فهو كافر أما إذا كان كافرا بالأصل بعد ذلك دخل في الإسلام أصبح مسلما نعم فمن كان كافر قلنا بأنه نجس ومن دخل في الإسلام فبالإسلام يتطهر ولذلك يكون الإسلام من المظاهرات ولذا قال سمحت المسجع الشيرازي دام ظله في المسألة 222 بأنه إذا نطق الكافر بالشهادتين لأن الكافر يدخل في الإسلام بنطقه بالشهادتين أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله صار مسلما بذلك وطهر بعد إسلامه فالإسلام أحد المطهرات وبذلك إذا طهر يطهر بدنه وكل ما يتبع ذلك يعني طهر شعره طهرت نخامته جميع رطوباته وذلك لأن العنوان تبدل بمعنى أن العنوان كان الكافر أصبح العنوان الآن المسلم والأحكام تبع للعناوين فبما أن العنوان تبدل من الكافر إلى عنوان المسلم أصبح ماذا طاهر وتبع الحكم العنوان وكذلك كل ما يلحق به مثلا عندما نقول شعر الكافر نخامة الكافر نجسه فهنا عندما يدخل أو عندما دخل الإسلام وأصبح مسلما فلا يقال بأنه شعر الكافر بل يقال بأنه شعر المسلم يقال بأنه نخامة المسلم هذه الرطوبات كلها تتبع بدن المسلمي والعنوان عنوان المسلم فيكون طاهر بذلك ومن هنا قالوا بأن الإسلام من المطهرات هذه من الناحية الفقهية نعم إذا توجد بعض النجاسات على بدنه بعض النجاسات لأنه في العم الأغلب هؤلاء الكفار مثلا بما أنه كافر فيستحل نفسه شرب الخمر مثلا والخمر نجس فإذا أسلم وبقي شيء من الخمر على جسده على فمه في أي موضع منه فعندما يدخل إلى الإسلام هنا هذا الموضع وطهره هو بذاته أصبح مسلما أصبح طاهرا ولكن هذه المواضع المتنجسة يجب شنو تطهيرها لأن هذه المواضع التي عليها مثلا الخمر عليها مثلا شيء من أجلكم الله الكلب أو شيء من النجاسات التي ذكرناها سابقا الكافر بطبيعة لا يتنجس مثلا من الخنزير حتى يأكل الخنزير كذلك لا يعتبر بأن الكلب طاهر لا يهتم إلى الطهارة والنجاسة فإذا شيء من هذه النجاسات كان على بدنه بعد ذلك أسلم دخل في الإسلام فهنا يطهر ولكن هذه المواضع يجب أن تطهر طبعا هذا الوجوب مثلا لأنه عندما أصبح مسلم أصبح مكلف وإن كان هو قبل ذلك مكلف ولكن الآن أراد أن يمتثل الأوامر الشرعية كالصلاة مثلا التي يشترط فيها الطهارة فإنه لا يستطع الدخول إلى الصلاة والحالة هذه عليه شيء من النجاسات بل يجب عليه أن يطهر هذه النجاسات كذلك إذا كانت على بدنه بعض من هذه النجاسات بعض النجاسات رطبه أو توجد رطوبة عليها فهنا تكون هذه الرطوبة سارية إلى بدن المسلم مثلا حينما يصافحه عندما يلامسه فهنا يجب أن يطهر هذه الأشياء ولذا قالوا لزم إزالة النجاسة وتطغير موضع النجاسة بل البعض قال إذا كانت أو إذا زالت عين النجاسة قبل إسلامه كما قال سماحة المرجع الشرازي دامضل إذا زالت النجاسة أو عين النجاسة قبل إسلامه ثم بعد ذلك أسلمه فهنا فالأحوط أي فالأحوط واستحبابا تطهير ذلك الموضع المتنجس بعد أن أصبح مسلم يطهره نعم من المسألة المرتبطة بهذه المسألة في مسألة طهارة الإسلام يبحثون إذا نطق الكافر بالشهادتين ولا يدرى يعني هو نطق بالشهادتين ولكن لا نعلمه لا يدرى هل دخل الإسلام قلبه أم لا هذه مسألة جدا مهمة بأنه هل نحكم على الظاهر نحن لا نعلم بأنه الآن فعلا أصبح مسلما أم لا إلا أنه نطق الشهادتين إذا أقر بقلبه وعلمنا بذلك أصبح مسلما الكلام إذا نطق بالشهادتين ولا نعلم بأن قلبه الآن قد أقر بذلك أم لا ما هو الحكم هنا نقول بأنه طاهر علينا بالظاهر بما أن ظاهره قد أقر بالشهادتين فإذا نحكم بطهارته وأنه أصبح مسلما ينبغي أيضا أن نذكر الأخوة بأنه في الحلقات السابقة بينا الفرق ما بين الإسلام وما بين الإيمان يرجى عدم الخلط ما بين مصطلح الإيمان ومصطلح الإسلام نعم الإيمان بالمصطلح القرآن يختلف عن الإيمان في لسان الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم بينا سابقا وكما في رواية إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رواية سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان بمعنى يختلفان أم شيء واحد الإسلام والإيمان ماذا قال الإمام فقال عليه السلام الإمام الصادق إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان بمعنى بأن كل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم مؤمن الإسلام أعمل الإيمان ربما تجد بعض المسلمين ليسوا بمؤمنين ولكن كل مؤمن هو مسلم لذلك قال الإمام عليه السلام إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان فقلت أي سماعة يقول للإمام عليه السلام فصفهما لي أراد وصفا للإيمان أراد وصفا للإسلام فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله عندما يشهد الشهادتين بالتوحيد والنبوة هنا أصبح مسلما فقال الإمام عليه السلام به حقنة الدماء بهذه الشهادة بهذه الشهادتين بهذا الإسلام حقنة الدماء وعليه جرة المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس بمعنى بأنه عندما قال حقنة الدماء أي بأن دماء المسلم محترمة لا يجوز سفكها وعليه جرة المناكح أي بأنه يجوز الزواج والتزوج من هذا المسلم من قبل سائر المسلمين والمواريث لأنه الكفر مانع من المراد بمعنى أن الأب إذا كان الأب مسلم الأب إذا كان كافرا هنا لا يرث من أبيه أما إذا دخل في الإسلام فهنا يرث قال والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس على ظاهر الإسلام جماعة الناس المسلمين أما الإيمان قال والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام يثبت يعني يوجد نوع سكينة في الإيمان بل هو السكينة راجعنا الروايات والآيات الشريفة في حقيقة الإيمان نجد بأن الإيمان هو السكينة نعم وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به إذن الإسلام حينما يستقر الإسلام الكامل حينما يستقر في قلب الإنسان فهذا الإيمان وقولنا الإسلام الكامل يشمل أيضا الإقرار بالولاية لأهل البيت سلام الله عليهم نعم نعود إلى الرواية قال والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة وسابقا نقلنا وبينا بأن الإسلام درجات وورد في الرواية الشريفة بأن الإيمان عشر درجات نجد بأن الدرجة الأولى الإسلام الدرجة الثانية الإيمان ولكن هذا الإيمان درجات يرتقي به الإنسان حتى إذا وصل إلى الدرجة العاشرة بلغ الكمال درجة المقربين توجد روايات وآيات المقام الآن لا يسع لبيانها قال والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة لماذا؟ قال إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمع الإسلام والإيمان في القول والصفة إذن الإسلام إظهار الشهادتين وعلى هذا هو السيرة القطعية السيرة القطعية منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وإمة الهدى صلى الله عليه إلى يومنا هذا على هذه السيرة بأنهم يقبلون الشهادة من مظهر الإسلام إذا أقر بالشهادتين أظهر الشهادتين فإنه مسلم ولهما للمسلمين وعليهما عليهم بهذا المقدار الذي سمح به الوقت بينا بأن الإسلام هو أحد المطهرات في الفقه يوجد لدينا بعض الأسئلة والاستفتاءات أيضا استفتاء يقول بأنه ما هي الأعمال الشرعية المسببة لسعة الرزق حيث أني في ضيق مالي شديد يسأل عن بعض الأعمال طبعا هي الأعمال المسببة لسعة الرزق كثيرة نستطيع أن نبين بعضها باختصار بنقاط معين منها ما ورد في الشرع طبعا المقدس بعض الأدعية بعض الأذكار التي لها أثر في سعة الرزق إذا دوم على هذه الأذكار يعني الموجودة في بعض المصادر فأنها تؤدي إلى سعة الرزق كذلك المداومة على صلاة الليل أذكار وأعمال وكذلك المداومة على صلاة الليل لها أثر في سعة الرزق القول بعد كل فريضة يعني بعد صلاة الظهري بعد صلاة العصري بعد صلاة المغربي كل فريضة بعد ذلك يقول اللهم صلى على محمد وآل محمد وقضي عني دين الدنيا ودين الآخرة هذا له أثر كبير في سعة الرزق كذلك من الأذكار مثلا الاستغفار أي أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه مائة مرة صباحا مائة مرة مساء الالتزام بقراءة سورة الواقعة أن لم يستطع كل يوم هو الأفضل أن يكون كل يوم يعني يقرأ هذه أن يكون له ورد قراءة سورة الواقعة المباركة كل يوم لها أثر كبير في سعة الرزق أن لم يستطع في الأسبوع مرة واحدة على الأقل مثلا كل ليلة الجمعة يقرأ هذه السورة المباركة لها أثر كبير في سعة الرزق من السور التي لها الآثار أيضا القلاق للأربعة وهي سورة الكافرون التوحيد والمعوذتين فهذه لها أثر كبير في سعة الرزق كذلك بعض الأعمال توجد لها أثر في سعة الرزق يعني المواظبة على تنظيف الدار دائما عدم ترك القمامة في داخل المنزل كذلك تقليم الأظافر كل يوم جمعة الأخذ من الشارب كل يوم جمعة المداومة كما قلنا على صلاة الليل كذلك حسن الخلق التزام أو الاتصاف بالأخلاق الحسينة له الأثر الكبير الكلام الكلام الطيب مع كافة الناس له الأثر الكبير في سعة الرزق وبالأخص مع الأهل مع الأسرة مع الأقرباء إذ كانت أخلاقه يتصف بالأخلاق النبيلة وبالكلام الطيب له الأثر الكبير في سعة الرزق ومنها أيضا تعيين سنة خمسية وتخميس ما عنده قربة إلى الله سبحانه وتعالى هذا له الأثر وقد ورد يعني في الأثر الشريب بأنه الإنسان الذي يبذل ماله في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه له أضعافا مضاعفة فيتسع رزقه بذلك هذه بعض الأذكار بعض الأعمال المفيدة في سعة الرزق سؤال آخر ما حكم إجراء عملية تجميل الأنف هذه العملية بذاتها لا أشكال فيها نعم إن استلزم ذلك محظور شرعي محرما شرعيا فهنا لا يجوز أما بذاته لا أشكال فيه سؤال آخر ما حكم لبس السروال القصير يعني الشورت للرجل بحيث يكون يعني من السرة إلى الركبة فقط أمام أفراد العائلة ومنها من أفراد العائلة النساء طبعا إذ لم يستلزم ريبة وابتتان في نفسه جائز ولكن هذا الأمر يعني ينبغي على المؤمنين الابتعاد عن هذه الأمور هذه تتنافى مع المروء ينبغي على المؤمن الابتعاد عن ذلك وأن يحتشم الملابس تكون محتشمة له شخصية في داخل الأسرة أما أن يلبس فقط الشورت الذي هو من السرة إلى الركبة ويلبس معه مثلا فشيء من هذا الملابس الضيقة وغير ذلك هذا مخالف للمروء وكذلك يعني منافل الحشمة نعم هو في نفسه جائز لا إشكال فقه فيه ولكنه مخالف للمروءة مخالف للحشمة ويجب أن يكون المؤمن كثير الحياء له حياء يمنعه عن فعل ذلك لا أن يكون يعني يقلد الآخرين دائما يقلد الغرب دائما يقلد ما يراه يفعله هكذا بلا تفكير ليست له شخصية واضحة ومتميزة وإنما يقلد ما يلبسه يلبس يحجز بأن هذا موديل ملابس أو غير ذلك نعم سؤال آخر يقول يطلب مني والدي ووالدتي وأخوتي مصافحة من ليس بمحرم عليه وقد تعرضت للإهانة لعدم امتثال ذلك فهل يجوز لي مصافحتهم يأتون بعض الأقرباء يأتون بعض الأجانب عن العائلة ليسوا بمحارم لمعنى ليسوا بمحارم إلى هذا البيت مثلا هناك فتاة فيطلبون منها أن تصافح هذا الضيف فماذا تفعل بعض العوائل وللأسف لا يهتمون لهذه الأمور بل لديهم ثقافة أخرى ثقافة مستوردة لا يهتمون لا يراعون لهذا الجانب الديني اهتمام فهذه الفتاة تقول ماذا أفعل إن لم تصافح فإنها تكون محل لوم الأسرة لعله الأخوة الآب الأوم يلومونها يعاقبونها يسمعونها بعض الكلام لماذا لا تصافحي هذا الأمر الجواب بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا وإن قالوا لا يجب طاعة الوالدين في هكذا أمر ولا الأخوة نعم ينبغي مراعاة الأدب معهم و إقناع الآخرين بأن هذا الشيء هو من الدين ولا أستطيع المصافحة لأن هذا أجنبي بالحكمة والموعظة الحسنة فهنا يتم إذا تم الإقناع بلا خصومة بلا طريقة يعني يدخل الغضب فيها وتتفكك الأسرة أو تحصل بعض المشاكل لا يتم الإقناع بأن هذا الأمر محرم ولا يمكن لي أن أعصي ربي وأطيع من أمرني بالعصيان كما وينبغي على الأسرة يجب على الأسرة أن تتفهم هذا الشيء المشكلة بأنه الإنسان إذا أراد هو أن يعصي الله لماذا يجبر الآخرين على أن يعصي الله سبحانه وتعالى أنت تريد أن تعصي الله أنت وشأنك أما أن الآخر يعني تدعوه إلى العصيان هذه مشكلة وإذا لم يطعك وأطاع الله سبحانه وتعالى تقوم بإسماعي بعض الكلمات هذا أمر غير جيد هذا أمر غير صحيح هذا أمر مخالف للأخلاق خسل الإسلامية وإنما الأخلاق الإنسانية ككل نوع من الحر يجب أن يكون ها هنا احترام مقدسات الآخرين احترام ما يؤمن به شخص متدين يريد الالتزام بالشريعة فيجب أن يؤيد يجب أن يساعد لا أن يحارب نعم نعم إذن قال مثلا بأنه مجرد رد السلام هذا جيد السلام عليكم وعليكم السلام بهذا المقدار دون مصافحة فهنا يجب سؤال آخر يقول ما رأي سماحتكم في مرقد العلوية شريفة بنته الإمام الحسن عليها أو عليهم السلام المزارات المشهورة التي عليها الشهرة بالنسبة إلى أولاد الأم عليهم السلام وذويهم هي مورد الاعتماد بما أن هذا المرقد الشريف هو مشهور بأنه مرقد شريف لأحد أبناء أو بنات الأئمة أو ذراريهم وقد خرج أيضا يعني ظهر منه بعض الكرامات فالشهرة هنا معتمدة إلى أن يثبت العكس بما أنها موضع اعتماد فإذا هي مورد القبول الشرعي سؤال آخر يقول ما حكم لعب الشطرنج بجهاز الكمبيوتر طبعا لعب الشطرنج سواء كان بخارجا يعني خارج الكمبيوتر بهذه المعروفة هذه الألعاب المعروفة أو هذه الأصنام المصنوعة من الحجارة من غير من الخشب من أي نوع كان هذه محرمة كذلك في جهاز الكمبيوتر لعب الشطرنج محرم مطلقة سواء كان على آلة الحاسب أو على غيره محرم ذلك يقول سؤال آخر هل يكفي الذبح بالحديد المقوى يعني يكفي ذلك وفق رئيس سماحة المرجع الديني هيت الله الأمر السيد صادق حسيني الشغازي والذبح يكون صحيحا بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين